السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن much much بمعنى كثير تكلمنا فيديو سابق عن استخدام many اللي حبي يرجع الفيديو موجود على القناة من المهم جدا تعلم استخدام much تفيدنا في المحادثة في اللغة الإنجليزية وعند السؤال مني ومتش تستخدم كثيرا في اللغة الإنجليزية لذلك يجب علينا تعلمها ومعرفة استخداماتها بشكل صحيح نستخدم much قبل الأسماء الغير معدودة كما نعلم في عدنا نوعين من الأسماء أسماء معدودة وغير معدودة تحدثنا قبل عن فيديو مفصل أسماء معدودة وغير معدودة اللي حبي يرجع إليه الأسماء الغير معدودة لا نأخذ منها عدد نأخذ منها كمية مثلا شقر السكر نأخذ منه كمية كيلو شقر 2 كيلو شقر وهكذا water إذن الماء oil الزيت tea الشاي كافي القهوة ملك الحليب إذن نستخدم قبلها much لا نقول many many sugar many water many oil هذا خطأ لماذا many تكلمنا سابقا عنها تستخدم مع الإسم المعدود بينما much الاسم غير معدود إذن نأخذ منه كمية إذن مثل sugar water oil tea كافي milk أيضا نستخدم much of بعدها أحد الضمائر بحالة الملكية كمان علمنا لدينا سبعة ضمائر بحالة الفاعل I, he, she, it we, you, they تكلمنا عنها كثيرا يشتق منها سبعة ضمائر بحالة الملكية مثلا لدينا my, his, her, its, our, your, their إذن much of ونستخدم أحد ضمائر الملكية ولدينا الإسم الذي نتحدث عنه مثلا much of my water كثير من الماء الذي لدي much of his sugar much of وهكذا إذن بعد هذا الضمائر نستخدم إسم غير معدود مثلا they didn't get much of his time إذن لم يتحصلوا على الكثير من وقته إذن لم يكن لديهم الكثير من وقته إذن they didn't get لاحظ much of his كثير من his time وقته نستبدل her time وقتها my time وقتي وهكذا إذن لن أقول many much لماذا time اسم غير معدود they didn't get much support from their parents إذن لم يتلقوا أو لم يحصلوا الكثير من الدعم support دعم from their parents من والديهم they didn't get much support إذن أيضا support دعم غير معدود إذن نستخدم much ضمائر الملكية بعد الزمائر الاسم الغير معدود لحظ هذا الجمل do you have much free time هل لديك الكثير من وقت الفراء do you have much free time كما قلنا much بعد اسم غير معدود استخدمنا free time much free time I don't have much money with me ليس لدي الكثير من المال اللحظ much money money غير معدود في اللغة الإنجليزية got any sugar هل لدينا سكر not much ليس كثيرا اللحظ not much ليس كثيرا نفس السؤال هذا إذن طريقة ممكن نسأل have we got any sugar هل لدينا سكر أيضا not much إذن بدأنا مباشرة got بحالة السؤال have we got any sugar not much لاستخدام much في حالة السؤال نتبع هذا الطريقة كمان أعلم باللغة الإنجليزية الجملة تكون فاعل subject verb الفعل وعدنا تكملة الجملة compliment تكملة الجملة لتشكيل السؤال فقط قبل الفاعل إذن هذا الفاعل نضع فعل مساعد كمان قلنا فعل مساعد لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال إذا ردنا نستخدم how much نضع how much في بداية الجملة بعدها الاسم الغير معدود الاسم الذي نسأل عنه how much يعني كمية الشيء الفلاني بهذا الشكل فاعل وفاعلتك متى جملة لتشكيل سؤال دائما باللغة الإنجليزية نحتاج فعل مساعد ميران واتكران قلنا فعل مساعد ماذا لأنه يساعدنا تشكيل السؤال نبدأ how much الاسم الغير معدود الفعل المساعد الفاعل والفعل وتكملة الجملة إذن بهذا الشكل نبدأ how much الاسم الذي نسأل عنه الفعل المساعد الفاعل الفعل وتكملة الجملة هي أصلة جملة you drink a lot of water أو much water every day نريد أن نحول إلى السؤال نبدأ في how much بعد الاسم الذي نسأل عنه how much water كم من الماء الفعل مساعد دو بالمضبع البسيط الفاعل you drink هي الفعل every day تكملة الجملة how much water do you drink every day كم من الماء تشرب كل يوم أو يوميا how much water do you drink every day how much money did you earn last year كم من المال كسبت في السنة الماضية لاحظ أيضا how much بعدين الاسم الغير معدود did الفعل مساعد بالماضي البسيط you الفاعل earn هي الفعل last year تكملة الجملة how much money did you earn last year دائما استخدم هذه الصيغة أثناء استخدام how much أيضا تستخدم how much للسؤال عن سعر معين سعر item معين إذن item بمعنى سلعة معينة how much is it كم ثمنه إذن دائما أي شيء أسأل عن سعره how much is it how much is it نفس السؤال what does it cost كم تكلفته نفس الشيء إذا أردت أن تسأل عن سعر شيء معين إذن تفيدنا بالمحادثة تقول how much is it لا تقول how many إذن how much is it كم ثمنه كم سعره نحن نعرف كثيرا لا نقول how much is it كم كثيرا يكون لا how much is it يعني كم ثمنه كم سعره what does it cost كم تكلفته أو كم يكلف يعني كم ثمنه ممكن تقول how much is it نفسها what does it cost take as much time as you like take as much time as you like إذن خذ as much time as يعني كم من الوقت you like تحتاج إذن خذ كم تحتاج من الوقت إذن نحفظها take as much time as you like نحفظ هذه التركيب as much time as we lay awake for much of the night إذن نبقى مستيقظين أو نستلقين مستيقظين لكثير من الليل إذن for much of the night لاحظ much of the night much of the sugar much of the water much of the oil وهكذا إذن much of the والاسم الغير معدود ليه بمعنى يستلقي awake بمعنى مستيقظ يعني يبقى مستيقظ I miss my family very much miss معنى يفقد أو يضيع وأيضا miss بمعنى يشتاق أشتاق لعائلتي كثيرا جدا إذن very much كثيرا جدا he didn't enjoy the film very much إذن لم يستمتع بالفيلم كثيرا جدا ممكن أغير أنا لحسب الجملة أو الشخص اللي تحدث عنه ممكن he أستخدم بدلا عن هذي عدنا بدلا didn't أستخدم don't بالمضرع البسيط enjoy بدلا الفيلم مثلا video games very much إذن أنا أتكيف وأتحكم كيف الطريقة اللي أتكلم فيها على حسب الموقف اللي يتعرض إله أو أكون فيه they don't enjoy video games very much إذن لا يستمتعون بألعاب الفيديو كثيرا جدا اللحظ هنا لم يستمتعوا إذن didn't ترجمها لم يستمتعوا عدنا don't بالمضرع البسيط نترجمها لا لا يستمتع أيضا نستخدم much قبلها this this much للتقديم والحديث عن شخص ومدحه بطريقة إيجابية I'll say this much for her يعني سأقول هذا الشيء عنها لاحظ I'll I will I'll say this much for her يعني سمدحها بهذا الشيء she never leaves a piece of homework unfinished هي لا تترك أبدا أي واجب غير منجز أو غير محلول she never leaves a piece of homework unfinished لاحظ a piece of homework لا نقول homework إذا لا تجمع نقول a piece of homework never نترجمها لا أبدا لاحظ هي لا تترك أبدا إذن this much بمعنى مدح أو تقديم مدح لشخص معين بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكللنا فيه عن استخدام much كل حالات استخدام much وأيضا كيف أسأل سؤال باستخدام much والكثير من الملاحظات والتمرينات أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته